أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف أن انتصار الجيش السوري على الإرهاب في محافظة إدلب أكريم عقل الميليشيا الإرهابية في سوريا أمر حتمي وأشار لفروف إلى أنه رغم إعلان الولايات المتحدة قضاءه على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا إلا أن هذا التنظيم عاد مرة أخرى كان 14 عسكريا تركيا قتلوا خلال الأيام الماضية في المواجهات بين الجيش السوري والقوات التركية المساندة للميليشيا الإرهابية شمال سوريا شكرا